ليست الانتفاضة الأولى بوطننا إنما هذه الأرض وهذا البلد وهذا الوطن وهذا الشعب قام بعدة ثورات وانتفاضات واحتجاجات آخرها وتاج الانتفاضات هي الانتفاضة النيسانية المباركة لعام 2005 قالت طبعا منذ يوم اللي وقعنا ودخلنا في هذا النفق المظلم بمجيء القوات الغازية لرضا بهلوي عام 1925 لحد اليوم الحركات والانتفاضات والاحتجاجات مستمرة والآن يعني كبداية حتى نقدر أستمر بالحديث وأقدمكم الكثير بداية يطلب من الأخ المخرج يخلينا صورة رقم واحد اللي هي لرضا بهلوي عندما دخل عن طريق ده ملة أو خرية الملة أي ما يسمى الآن بهنديان يعني عندما هو حاول مع قوات الغازية قوات القذار حاول يجي ويدخل من عن طريق البختياري ومناطق اللور والبختياريين لكن بسبب الموقف لأخوي للبختياريين وتصديهم لقوات الغازاق والمعركة اللي صارت بمنطقة منجبيل وأعتقد هيك اسمها والقتلة اللي تكبدت بها القوات الغازاقية الرضا شاهية ما قدروا يتقدموا من هذا الجانب وهناك كانت أواصر أخوة والتحاد ما بين البختياريين خوانين البختياريين والشيخ خزعل ورضى شالف واجه عن طريق ميناء أبو شهر شيرال ثم سيرجان ثم ميناء أبو شهر ومن ثم دخل إلى منطقة هنديان ومن هناك تسلل إلى الأهواز المدينة ووصل هو قواته ضمن خطة اللي حاكوها وبرموها إلى الإنجليز ذاك الوقت فهذه الصورة رغم واحد ورغم اثنين الثانية أيضا هي تراوي هذه القوات اللي دخلت إلى أراضينا ومن ثم بعد ما وصلوا وطمنوا من وصولهم وشافوا الخطة البريطانية ذاك الوقت نجحت فهنا جنود هاي الصورة رغم ثلاثة اللي جاعد يشوفونها على الشاشة هي صورة الجنود الغزاغ اللي كانوا يرسلون الرسائل مع الحمام اللي كانت هذه الحمام تاخذ الرسائل وتذهب وتطير بيها إلى طهران وحتى يوصل الخبر على أنه القوات وصلت بسلام وأمان بدون ما تدخل إلى صدامات وحرب لأن حقيقة هي كانت خدعة والآن بالصورة رغم أربعة طبعا هاي الصورة رغم أربعة اللي جاعد يشوفونها هذه هي صورة لكرت كرت تبريك اللي بمدينة المحمرة هذه تشوفونها مدينة المحمرة عام 1919 على الضفاف نار كارون وشط العرب اللي جاعد يشوفون هذه المدينة وخاصة قصر الشيخ الأمير الراحل الشيخ خزعل اللي تشوفون هذه المدينة 1919 اللي كانت حتى بها مكاين تضيئ بالليل الكهرباء تولد الكهرباء وكانت عروس الشرق الأوسط هذه المدينة اللي جاءوا أهل الحقد وبنوا شيء تذب وافتراء وأسسوا إلى حركة شوفينية غير إنسانية وبدلوا اسم هذه المدينة الجميلة إلى خرم شارق ومن ذاك اليوم لحد اليوم لا أهل هذه المدينة ولا هذه المدينة شافوا الخير والأمان إنما بس الدمار والجوع والظلم والاضطهاد لحق بها هذه الصورة لمدينة المحمرة طبعاً نرجع إلى الرضا بهلوي الرضا بهلوي قلت لكم بعد ما دخل بخديعة اللي برموها لانقررت ذاك الوقت وتعهداتها اللي تنصل منعتها تشوفون هذه الصورة رقم خمسة هذه الصورة الآن إذا تنتبهون بشكل جيد تطالعونها أخواني أخواتي هذه الصورة اللي تشوفون صورة أحد أبناء الشيخ خزعل بالإعقال والشفية العربية موجود وراهم اللي تشوفونه هذول اللي جمب رضا شا موظفي الجمارك البلجيكيين وجماعة إنجليز وبعضهم الغيادات اللي إجوا معاه هذه الصورة لابن الشيخ خزعل مع هذه المجموعة وتلقوهم وفي صورة هناك أنا محصة عليها اللي يذبح لهم ذبيحة ويتلقاهم لأن كانت البرنامج عاد دينها بشكل حتى على إنه رضا يجي ومن هناك يطلع إلى زيارة العتبات المهدسة يروح يزور كربلة ويرجع وحتى أخذ المال والمساعدات من خزعل الشيخ خزعل وذهب لكن أوعز إلى النائب ماله أن يخطف الشيخ ويعسره ويأخذه إلى طهران وقدره بالشيخ خزعل وهو على عازمهم على الباخرة الملكية أو اليخت الملكي ماله في شط العرب طبعا بعدين لما الانتفاضات بدت بدت الانتفاضة هي من حركة ما يسمى بالغلمان يعني ثورة الغلمان تقريبا ثلاث شهور أقل من ثلاث شهور بعد أسر الأمير الشيخ خزعل قامت هذه الثورة وذاك الوقت كان وهالي المحمرة يعني يابوا هذه اللي زوجة على أن هالغيمة لجت ناصر بها وكانوا استبشروا خير لأن قائد الغوات كان ناصر الفاضل فاستبشروا خير بما جاء هذه الغوة وتلقوا واحتضنواها لكن المدفعية الحامية الفارسية والمدفعية الموجودة دكة المحمرة وهذه الصورة رغم ستة أطلب من المخرج وهي عن الطائرة الفرنسوية هذه الطائرة اللي تشوفونها جابوها عن طريق أبو شهر وهذه الطائرة بيها يابوها هي وطيارها وجمعوا القطاع هناك وشدوها ببو شهر وهذه الطائرة اللي استخدمت ضد ثورة الغلمان وقامت بقمع بالبداية يابوها على أنه هذه توزع المناشير اللي كان بيها رضا شاي طمين القبائل والعشائر العربية الموجودة على أنه هو نجاهم وانقذهم من سلطة جائرة وكان يقصد الشيخ خزعل وهو يوعدهم بالحقوق المتساوية والاحترام وعطاهم حريتهم واحترام خصوصيتهم وبنفس الوقت ينشرون مناشيره عن تسيق الشيخ خزعل عن غضايا فساد وشغلات غير أخلاقية حتى ينزعون مكانته ما بين جماهيره ويفقدونه من جماهيره ومن شعبه لذلك هذه الطائرة بالبداية كانت تقوم بتوزيع المناشير والكتب أو الأوراق المطبوعة بالأحرنقول على المناطق العربية في الإغليم ومن ثم استخدموها لرمي الغنابل وغمع السكان وضربهم هذه صورة الطائرة الفرنسوية التي استخدموها آنذات فبعدها اجت حركات أخرى وثورات كثيرة وأني ممكن ما أقدر أعددها لأن بشكل عام هي أكثر من 15 ثورة وانتفاضة غامبية شعبنا ضد التعدي على حقوقه وسيادته وأرضه ومصادرة أمواله ومصادرة حريته بشكل عام لكن كل هذه الثورات لم تفلح بسبب وأسبابها كثيرة لربما لا يسع البرنامج هذا اللي أنا أطرق إلى أسباب فشل هذه الحركات لكن بشكل عام عدم تناصر ما بين الأجزاء المختلفة للوطن والغيام بثورة شاملة وقوية ومدروسة نتائجها أو مضمونة للنتائج ودراسة كل إمكانيات تطورها هذا سبب رئيسي كان عدم التنصيق ما بين الأجزاء اللي كانت هي أيام حتى زمان الشيخة زعل متناحرة شكرا